بسم الله وصلاك والسلام انت مين اكمي على رسول الله اخوكم حمزة ابن عمد المؤمن زارو شركة العمارة المتقصص يبدأ من الاسباني الى مصنع الاكسية الفنا عندكم اي سفسارات حيردوا عليكم في الكم من نفس المقطع الله يسعدكم يا شباب يأطيكم الف عافية اليوم باذن الله تعالى حنتكلم عن اسعار واسرار السراميك والرخام طريقة اختيار السراميك والرخام بطريقة صحيحة هيكون معنا الاستاذ حمزة باذن الله تعالى وحيعطينا التفاصيل والاسرار طبعا اخواني 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 يصف العظيم الشكر على استضافته الطيبة ويعني على اهتمامه في هذا المجال وتوجيه نظر المشاهدين ونظر عامة الناس لحو معلومات في مواد البناء وفي السراميك والرسلات نحن الان في احد الشركات للرخام ما شاء الله تبارك الله لها خبرة في نفس المجال اكتر من عشر سنوات محلو وسهلاك محلو وسهلاك حياك الله عافيك شاء الله اختنع محلو وسهلاك محلو وسهلاك الله عندنا اخي شركة كراك العبارة المتخصصة للسراميك والبرسلان والرخام بانواع ابو محمد الله يعطيك العافي نحن اليوم لما نعرف اسرار السراميك والانواع اللي موجودة انا كشخص الان لو دخلت اي محل يعني كمية السراميك اللي موجودة ما عارف شخصها والله بالنسبة للتركيبات والأصناف عندنا نبدأ من قسم القيشانية او الجدارية للمطابق ودورات المياه والأصناف هذي في عندنا الاسباني وعندنا الهمديع بالنسبة للعملة على حسب توجه العميل يعني احنا كبايعين في صالة لازم نتوجه على حسب رغبة العميل واشه يطلبه العميل فعندنا اصناف كثيرة بالنسبة للبرسلان عندنا شركة كثيرة عندك البرسلان بجميع انواعه ومقاساته في عندك المقاسات 60-120 60 في 60 80 في 80 120 في 120 تراثو بدأت شكل تراثو في طن الحالي منه في 70 نيات تقريباً وبدأت في جدة وكانت صاعدة مع نهضة العمران اللي صارت في تلك الفترة منتازنا عن غينا المرونة الشديدة مع العملاء مرونة شديدة من ناحية التعاون من ناحية التوريد من ناحية أسلوب العرض فكان فيه أريحية ومرونة وكانت توجيهات الإدارة منذ البداية في العمل كانت تورد لجدة والخمتى الحمد لله إلى مكة كان لها دور في التوسع المكي اللي صارت في أحد الملك فهد وكانت لها مساهمة في موضوع توريد بعض الأخرى كلها توقع أنها بورسلان صحيح؟ نعم طيب متى أنا أختار بورسلان ومتى أختار سراميك؟ البرسلان عندما تكون الأرضيات مصبوبة بالصبة البرسلان يركب بالغرب بالغرب؟ بالغرب أما السراميك يركب بالقلطة السراميك لا يمانع أنه يركب بالغرب نحن إلى الأسباني، لدينا الأسبانيات هنا أنا شفنا أسعار المطفيات أسعار هذا نفسه هذا الهندي هذا أسباني هذا الأسباني الفروقات الفنية بين السراميك وتصنيعهم وبين الشركات الأخرى والمسائلات تكمن في هذه الأشياء أول شيء هو العجينة العجينة، كلما كانت العجينة أنقى بلورياتها أنقى كلما كانت تماسكها أكثر واتثاق فيها بالمواد المثبتة أعلى عندك الهنديات المطفية كل شركة تنتاز في تصنيعها تصنيع خاصة الأكثر الآن صار التوجه للبرسلان أكثر من السراميك لقوته وجمالياته موسيقى نقطة هم السادة ويسفة البادر الكثير من الناس نحن ذكرنا أنه في بورسلان وفي سراميك وبورسلان أقوى صناعية وتحملة من السراميك طيب السؤال، ليش ما يصنيع بلاط الأحواش أو أماكن الخارجية من بورسلان بحكم أنه أوليش من معظم بلاط الخارجي يكون بورسلان لا يكون السراميك أو العجينة الطينية طيب، هذا السؤال مهم بورسلان من سماته أنه كديم وكديم معنى عديم انتصاص يعني انتصاص ضاعي جدا جدا بحكم أنه عديم انتصاص ومادة صناعية فتماسكه بالمواد الغراء تثبيته بالأرض تماسكه أضعف من السراميك تماسكه أعلى الحكم أنه في نقوات ومسامات نقطة مهمة جدا يا شباب الله أعطيكم العافية السعر شامل الضريبة زائد التوسيل يعني انت الشركة تجيب لك إلى حدك انت في المدينة تجيب إلى حدك تعطيك انت في جدة إلى حدك أخذت الرخام الله سيوصله إلى حدك في جميع مناطق المملكة بشكل عام الفروع الموجودة في الرياض في الدمام مو فقط شامل الضريبة زائد التوسيل طيب أخويا يسف في نقطة هامة جدا يضيحوا فيها كثير من العملاء وهذه يعد من أسرار الرخام أو أسرار فهم الرخام بيجي منه درجات نسر الرخام نسر النوعية درجات دي لوكس سوبر دي لوكس نخب أول نخب ثاني نخب ثالث التكسيمات هذه مبنية على عدة أمور المقلع أو الجبل يستخدم منه يطلع عنده مثلا كمية هذه الأشياء خطوك في كلمة عملاء يحسب النخب الأول أو الثاني أنه فقط في موضوع البلاطة نسها وأنه هي صافية وما هي صافية كل أنواع معظمه يجي يكفي له ما بيجي حبة زي أختها حبداً إطلاقاً لأنه جبل بقصة جبل النخب الأول هو فرز الطبلية كم فيها حبات مختلفة النخب الأول في بعض أنواع الرخام 60% نخب أول فيها في نوع الرخام 90% 90% و60% تفرق في الطبلية في مية حبة الطبلية 60% منها متجانسة و40% منها بيكون لونها فيها عروق وفيها أخوان الله أعطيكم الآفة نحن بنتكلم عن الرخام لابد أنا بأجب شخصياً أنك تركز على موضوع الألوان وبالذات الألوان التي تأكسها الحرارة نحن هنا في المملكة العربية السعودية بشكل عام عندنا درجات الحرارة مرتفعة جداً نحن نشوف الحرام المكي كله أبيض لماذا أبيض أساساً لماذا لا أختاروا لون قمحية ولون مختلف تماماً لسبب أنه اللون الأبيض عاكس للحرارة وهذه نقطة مهمة جداً 5.45 لدينا من عدة شركات مجالة مصنع الدار عندنا مصنع الفنار أكسية في منه البرسلان وفي منه السراميك عندنا مصنع الخزف السعودي برضه تمام وهذه مصنع كله الخزف السعودي وأنواع أسبانية هذا بالنسبة لقسم الأحواش عندنا برضه من مصنع الفنار سماكة 2 سانتي ضغط ألف كيلو يتحمل الضوط زي المنطقة المركزية عند الحرارة الخارجية والمناطق لقوة تحمل شوف سماكتها كيف سماكة البرسلان كيف مع قوة الضغط تبعها تحمل ألف يعني اختبارها متحمل ألف كيلو كلما كانت حجم البلاط أصغر كلما تحكم المبلط في حجم الميول الميول الموية الميول الموية نعم ما يتجمع فوق الأشبار الفئة هادي من السلاميك يسموها تراكوتة تراكوتة مصطلح تجاري يعني أو معروف في المصانع بين عموم المحلات السلاميك هنا وفي خارج السعودية التراكوتة هو السلاميك المخصص لأماكن الخارجية يعني ضغط وحرارة وشمس ويكون معالج حرارية معالج الطبقة العليا منه معالجة قوية حيث ثبات اللون ينزل كمان موضوع وأنه تلازل وجه وجه البراطة ما يكون فيها عليه السماتات موسيقى 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 نقطة هامة التوضحية للعملاء والمشاهدين الكرام الباركيه هو بالأساس صنع أو أجسس للأماكن الباردة في أوروبا في أماكن الدول الباردة جدا حوالتها تحت الصفر ومادون مهو شرط انه يكون السراميك أو البرسلان اللي متأخده يكون لمعان مهو شرط هذا مو شرط انك تاخد اذا شفت لمعان هو اللي هتاخده لا على حسب التخطيط اللي انت بتسويه على حسب تخطيط المطبخ على حسب تخطيط السراميك ويكون برسلان أو سراميك وتجمع قطع وتعطيك المنظر الجماد تكون واجهة سواء في الاستقبالات الفنادق الكبيرة الفخمة تكون في الصالة الأفراح تكون مثل صالات في المنازل صالة مساحة مفتوحة كبيرة وعلى حسب رغبة العمل وتركيبها أبو حمز الله يعطيك العافة نحن شفنا السجاد السراميك والبرسلان نحن الآن نتكلم عن موضوع الرخام هل الرخام في منه سجاد؟ الرخام في منه سجاد؟ ممكن نعم يستعينوا بأنه يضع الرخام بعدة ألوان يأخذوا أنواع رخام بكل نوع البلون ويوجيوهم بعض بلوحة فنية بتصميم جمالي بعدة وسائل في لوحات يسمون لوحات ودرجة يعني فيه نوع زي كده يوباه نعم فيه مثلا أنواع تات أربع نوع من الرخام كل نوع مثلا بلون يدمجوهم بتصميم يقصوهم يفصلوهم بمصمم يعني في الورش المتخصص من الموضوع يعطيك زي سجادة رخامية هذا يكون مكلفة أكثر بحكم أن الرخام يعني مادة طبيعية أو مكون طبيعي فتلاقي التكلفة يعني أعلى سراميك إسباني ونفسها الآن بجوارها بورسلان إسباني أربع وستين ريال ستة وستين ريال إنت كيف تفرق بين السراميك و بورسلان بين السراميك و بورسلان غالب السراميك بيكون كما قلنا في مرمضة أنه يعني هو مصنع كعجينة أو كمخلوط طيني أو رمل مضغوط فإذا كنت خلفية لونه أحمر خلفية السراميك لونه أحمر يعني ميال للطين فهو غائبا سيكون السراميك يعني دائما السراميك سيكون ميال للطيني الأحمر لو لاحظت أستاذ يوسيف في خلف البراط أو طرف السراميك ستجد لونه على حمار فهو هذا السراميك بينما بورسلان بحكم أنه موات صناعية مصنعة فتلاقي خلفية أو العجينة للبلاط أو البورسلان تلاقي بلونه على فواتح يعني لونه غالبا فاتح سمنتي يعني لون ميال إن يكون صناعي أكثر من أن يكون طبيعي لاحظت النحت والدخول يعني فيه عمق يعني فيه حفر يعني فيه حفر يكون سراميك كده نحت ينفع بس يضعيف مرة ليش لأنه سراميك له تلك هو مهما كان شيطيني يعني ضين مضغوط أما بورسلان حكم صلابة مرحلة أخرى صلابة عالية جدا فتلاقيه ينفع لكون نحت مناسب إنه نساوي منه نحن كمصنعي سراميك مثلا كمصنع سراميك مناسب في لبلاط منحوط زي الحجر غطينا معظم الإنمور ومع المعلمات قيمة جدا والله يعني يعني لا يقول صلى الله عليه وسلم حلي سيف لا يقول أحدكم حتى يحب الأخي كما أحب يصي وأتمنى أنه جميع يكون راضي وسعيد لمنزل أو بيته أو بيت العمر أو منشأته أو معرضه أو موله اللي عمله أتمنى أنه كل سعين مبسوط وكل يستفاد مع استفقاته زي ما أنكم شايفين يا شباب نحن الآن منصور في آخر الليل تصوير تقريبا أخذ معانا يومين في أسرار السراميك والرخام والبرسلان والحمد لله غطينا شي كبير جدا منه الله يسعدكم أعطوني رأيكم في التعليقات تواصلت مع إدارة الشركة أنه أي استفسارات على موضوع البرسلان الرخام السراميك عندكم أي استفسارات حيردوا عليكم في الكوميد نفس المقطع أعطوني رأيكم عن المقطع نشوفكم في المقاطع القادمة يعطيكم ألف عافية سلام سلام موسيقى 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 موسيقى